السلام عليكم مرحبا مجددا أصدقائي وها قد عدت في فيديو جديد على قناتكم التعليمية اليوم سوف نقدم لكم اختبار في مادة التربية المدنية عند اختبار الفصل الثاني لسلامي السنة الثانية متوسط النموذج رقم واحد وبإذن الله سعى النموذج ثانين سوف ينزل قريبا على القناة وقبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس تنبيهات ليصلكم كل فيديو ننشره على قناتنا التعليمية ولنبدأ الوضعية الأولى الوضعية الأولى التعليمة التعليمة عرف المصطلحات التالية عرف المصطلحات التالية لدينا كلمة نطلب مني أن نعرفها من الكلمة الأولى أو نعرف المفهوم الكلمة الأولى أو المصطلح الأول اللي هو شبكة التواصل الاجتماعي يعني ما هي شبكة التواصل الاجتماعي والإعلام ما هو الإعلام؟ نعرفه الإعلام الوضعية الثانية عرف حرية التعبير رح نعرف حرية التعبير ثانياً حدد دور روابط حرية التعبير وشبكة دورت على روابط حرية التعبير هنا رح نذكر مجموعة من الأدوار أربعة أدوار الوضعية الثالثة واحد إن التطور الذي شهدته وسائل الإعلام والتواصل جعل من العالم قرية صغيرة التطور الذي شهدته وسائل الإعلام والتواصل جعل من العالم قرية صغيرة عرف وسائل الإعلام المطبوعة نحن نعطيه التعريف أو المفهوم بتعب وسائل الإعلام المطبوعة ثانياً حدد دور مختلف وسائل الإعلام في توعية المواطن لوسائل الإعلام دور جد هام في توعية المواطن هنا نذكره أربعة أدوار الوضعية الرابعة واحد بيّن كيف يتم استغلال شبكات الإعلام والتواصل في أعمال مفيدة الشبكات التواصل والإعلام لديها الكثير من الفوائد والإيجابيات فهي سلاحظة وحدين يعني عندها إيجابيات وعندها سلبيات سنبيّن كيفية استغلال شبكات الإعلام والتواصل وهذا في أعمال مفيدة يعني كيف نستفدأ من وسائل أو شبكات الإعلام والتواصل الوضعية الإدماجية السياق تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي سلاحا ذو حدين لما لها من إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي سلاحا ذو حدين لما لها من إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت اعتمادا على ما درست ومكتسباتك القبلية اكتب فقرة تتحدث فيها عن هذا الموضوع يعني شبكات التواصل الاجتماعي يعني إيجابياتها والسلبيات انتحة واحد حدد أهم أنواع شبكات التواصل الاجتماعي شو ما أنواع شبكات التواصل الاجتماعي ثانيا ماذا نعني بسلاح ذو حدين أي كنقوله سلاح ذو حدين ما معناها يعني وش هو نقصده وش هو الهدف وراء هذا الجملة يعني وش هي الفكرة اللي بغن ننصلها القارئ وثالثا ما موقفك من هذا الموضوع وش هو الموقف تاعك من هذا الموضوع هذا يعني كونت شبكات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين أو لها إيجابيات وسلبيات الإجابة الآن ننتقل إلى جزء التصحيح الوضعية الأولى إجابة الوضعية الأولى نعرف المصطلحات هذه عندي شبكة التواصل الاجتماعي شبكة التواصل الاجتماعي هي مواقع إلكترونية متنوعة تتيح فرص التواصل والتفاعل بين الناس ومشاركة الاهتمامات هي مجموعة من المواقع الإلكترونية المتنوعة تتيح لنا فرص يعني تعطينا فرص نقدر من خلالها أن نتفاعل بين الناس يعني أننا نقدر ندر معاهم وأيضا نشاركوا الاهتمامات سعنا ومشاركة الاهتمامات أو اهتماماتنا مع الغير وبالنسبة للإعلام الإعلام هو نشر الأخبار والحقائق والآراء والأفكار والمعلومات بين الناس بمختلف الوسائل المتاحة وهناك الكثير من أنواع الإعلام أو الكثير من أنواع وسائل الإعلام أما بالنسبة للإعلام فهو نوعان إعلام داخلي وإعلام خارجي إعلام داخلي يكون في حدود الدولة يعني موجه للشعب كما نقوله في حدود الدولة يعني داخل الدولة أما إعلام خارجي يكون موجهة عامة يعني العالم كامل إذن عندي شبكة تواصل اجتماعية مواقع إلكترونية متنوعة تتيح فرص التواصل والتفاعل بين الناس ومشاركة الإتمامات أما الإعلام فهو نشر الأخبار والحقائق والأراء والأفكار والمعلومات بين الناس بمختلف الوسائل المتاحة الوضعية الثانية بالنسبة للوضعية الثانية تعريف حرية التعبير أي ما هي حرية التعبير طلب مننا أولا أن نحن نعرف حرية التعبير ما هي هي إحدى حريات الإنسانية التي تتيح التعبير عن وجهة النظر والإفصاح عن الأفكار بمختلف الوسائل كالإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ثانيا تحديد دور روابط حرية التعبير يعني وشواء الدور أنت على الروابط حرية التعبير أولا احترام الدستور وقانون الجمهورية ثانيا عدم إفشاء خصوصية الناس والمساس بسمعتهم ثالثا احترام هوية المجتمع احترام هوية المجتمع ورابعا احترام الرأي المخالف احترام الرأي المخالف الوضعية الثالثة واحد إن التطور الذي شهدته وسائل الإعلام والتواصل جعل من العالم قرية صغيرة عرف وسائل الإعلام المطبوعة هنا نعطيه المفهوم منتع وسائل الإعلام المطبوعة هي الوسائل المطبوعة على الورق هي مجموعة من وسائل الإعلام التي تكون مطبوعة على الورق مثلا الصحف والمجلات أبرزها الصحف والمجلات ثانيا دور مختلف وسائل الإعلام في توعية المواطن أكيد وسائل الإعلام لها أو تلعب دور جد هام في توعية المواطن سنذكر أربعة من هذه الأدوار أولا استخدامها في مجال التعليم والتعلم نقدر نستعملها في مجال التعليم والتعلم يعني بش نعلمو و بش نتعلمو أيضا ثانيا عرض المواهب والإنجازات بش نعرضو المواهب والإنجازات و ثالثا زيادة المعلومات المتنوعة أيضا نقدر نتقفو رواحنا و نطورو من رواحنا وهذا بالتعلم يعني عامة زيادة المعلومات المتنوعة و رابعا سرعة معرفة الأخبار يعني هنا الأخبار رح نقدر نعرفها بسرعة الوضعية الرابعة الآن يتم استغلال شبكات الإعلام والتباصل في أعمال مفيدة مثل أولا استخدامها في مجال التعليم والتعلم نقدروا أن نستخدمها في مجال التعليم والتعلم مش نتعلموا ونعلموا أيضا ثانيا الاستفادة منها في التعرف على الثقافات الأخرى نقدروا أن نستفيدوا منها من خلال أن نتعرفوا على الثقافات الأخرى ثالثا استغلالها في الجانب الثقافي والمعرفي نستغلوها في الجانب الثقافي والمعرفي ورابعا كسب الصدقات الجديدة والانفتاح نقدروا نكسبوا صدقات جديدة ونفتحوا على العالم وعلى الآخرين شبكة التواصل الاجتماعي هي تطبيقات تكنولوجية حديثة ذات أهمية كبيرة تعتمد على الأنترنت لشبكات التواصل الاجتماعي أنواع متعددة أشهرها الفيسبوك بالإضافة إلى التويتر الذي يقوم بخدوة التدوين المصخر وكذلك الفايبر والواتساب إلا أن شبكات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين والذي نقصد بها أن لهذه الشبكات إيجابيات يمكن الاستفادة منها وفي نفس الوقت سلبيات تؤثر على الحياة الفردية والاجتماعية وفي الأخير يمكننا أن نستخلص أن شبكات التواصل الاجتماعية لها دور كبير وفعال في حياة الفرد والمجتمع إذا استعملت في جانبها الإيجابي والصحيح قبل أن نطلب الصدق من الآخرين علينا أن نعلم أطفالنا الصدق ترجمة نانسي قنقر